تحذير هام لو حضرتك مؤمن البرنامج ده ممكن يكفرك لو حضرتك صايم البرنامج ده ممكن يفطرك ولو ما بتحبش التفكير البرنامج ده أكيد حيفكرك الزعل ممنوع واللي بيزعل يقوم وتعويره في الوش ما فاش معلش رمضان كاي آية وتعليق حامل ما تشرب لك شاي فيه حلاوة وطلاوة بس ما عني ناش بقلاوة احنا نتكلمنا مرة اللي فاتت عن فكرة حلاوة وطلاوة والقرآن فيه كل ده لكن ما قللناش مين قال مرة يقوله الوليد بن المغيرة مرة يقوله قيس بن عاصم خالد بن عقبة آه خالد بن عقبة والآيات ذكرت المرة اللي فاتت انه هم مش عارفين فصلت ولا الرحمن ولا غافر آه ولا النحل ما تقولولنا ما هو شوف لما بيخترعوا قصة دايما كده يقول لك ايه اختلف أهل العلم اختلف أهل التفسير مش عارف يعني لازم يدور ولف ودورها عليها بس لو كان في حد فعلا أبهر أو انبهر القرآن كانت ذكر ده في ما تورونا الآيات اللي بهرت الوليد من انهي عشان نشوف احنا برضو ندوء الحلاوة ونشوف الطلاوة احنا اتكلمنا عن وفعلت فعلتك التي فعلت هو عمليش تم في الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له والشعراء يتبعهم الغاوون أو يتبعهم الغاوون لم ترى انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون طيب انت اللي من الشاعر واللي معلمناك الشعر البلاغة اللي انت بتعجز بها ايه اللي انت وفعلت فعلتك اه في صورة الشعراء اللي برضو بيشتمهم فيها هو على فكرة هو عمل زي المثل المغربي المش اللي ما يوصلش للشحمة يقول خانزة هو القط عندما لا يصل الى الشحم يقول هاذانة انت اشتمش القطط لو سمحتنا بحب القطط ما انا باش بضرب متر يا اخي لا سهدي ببا ولسه ده مرض اسلامي قديم احس ان انا انت هاجمتني على طنك فلازم ادافع يعني وما علمناه الشعر هو انت هو انت قادر هو انت طيل انت طيل تكون شعر يعني اه يعني يقول لك فعلت فعلتك التي فعلت اه دي انا عايز تعليق منك علي اه هو ربنا وفعلت ما هو ربنا مسك زل على موسى فرعون بيخاطب موسى بيقول وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين بقى اول حاجة فرعون بيتكلم لما فرعون بيقول حاجة بيقول انا ربكم الاعلى هل الاية دي فائع جاز برضو المنطق اللي ناس كتير مش مفكرة في لما الهدهد هو اللي بيتكلم ويقول لك ايه اني رأيتها وقومها ستونة للشم الهدهد اللي بيتكلم اولا اتكلم بقى نهي لغة ايه الترجمة الاصلية ايه اللغة الاصلية اللي يتكلم بيها عشان نشوف البلاغة والاعجاز ايه اللغة الاصلية اللي تتكلم بيها الهدهد ربنا بيترجم ورا فرعون دلوقتي ها ربنا يهول بترجم ايه اللي بترجم فهل هي الجملة الاصلية لها وفعلت فعلتك التي فعلتها يعني حاولت تترجمها لأي لغة حتضحك يمكن قلب المصرية القديمة اه ما عايزين نشوفها عشان نشوف الاعجاز جاي منين بالظبط يعني الاعجاز البلاغي ده جاي من انهي لغة اللي مترجم ولا الاصلي تخيل بقى انا ايه شي دلوقتي اقول لك شوف الاعجاز اه وفعلت فعلتك التي فعلت فعلت وعالتاني يرد علي اقول لك ايه فعلتها ايدنا وانا من الضل وانا من الضل يا نهري سودي على البلاغة ده زي مرشي انني اذا اضطررت سافعل وها انا افعل يعني اه بص على الحلاوة حلاوة بص على الطلاوة طلاوة تعرف ذكرتني انتو عدوكم مسرحيات حلوة ذكرتني بعاد الامام احنا احاقب لك واحدة بقى تفكرك بعاد الامام اكتر اقول لك ايه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا دي في اال عمران الذين قال لهم الناس ان الناس اولا ين وبقاين في ناس تانين جم قال لهم الناس التلتين بس جمعوا لكم زي بتاعة عدد الامام بالضبط كده رب قوم ذهبوا الى قوم فملقهم شي وخدوا تاكسي ورجع تاني وكان معهم بقى واحدة حامل وحوادث كبيرة جدا صدقني على رأي الشاعر رب قوم ذهبوا الى قوم ولكن القوم الاولانين لما ذهبوا للقوم التانين ملقوهم شي خدوا تاكسي ورجعوا تاني قاعدوا اتخنقوا مع البواب وكان معهم واحدة حامل هاي يعني شغلانا كده كان طب لما يقولوا وما علمناه الشاعر وما ينبغي له ليه كان عندك شاعر طب هو كان عنده شاعر حسان ابن ثابت كان هو بيستخدم نفس اسلوب الشعراء التانين الجاهليين قاعد ناجل في القريش كده مديح في النبي يمدح النبي اهو فعلت فعلتك التي فعلت ده بس من عند ربنا عشان انت بتغلط في النبي عشان فرقان ورمضان ده وتشرب في رمضان فهو حسان ابن ثابت ما هو شاعر بيمدح النبي ويخد في اعراضهم حتى في اسباب النزول بيقولك لما لما تشتم الشعراء في القرآن حسان ابن ثابت رح للنبي قال له ايه يا ابا تب وانا ده كان مشجعه قال له يعني هجوم وروحوا القدس معك جبريل بيقيدك يعني لما ربنا بيشتم الشعراء في القرآن فحسان ابن ثابت بيشتم وبيقوله يا عم الحج جنب فرح منزل تكملة كمالا للآية إلا الذين أمنوا وعموا الصالح دايما هو كذي برضو والعصر إن الإنسان لا فيه خس وسبها على كده إلا الذين فاللي أمنوا به قال له وهي عم الحج وإحنا من عناية إلا الذين أمنوا وعموا الصالح ونصبوا الحق ونصبوا الصالح هي دي قصة الإعجاز البلاغ يعني اللي عايز يجيب إعجاز بلاغ مش يبقى كل آيات القرآن فيها إعجاز بها ولا هي بس حاجات كده نوادر تعرف انا نفسي ناخد آيات أخرى لكن تعرف احنا هنسيبها هنا معلش معلش وانتو سامحونا هنكمل معاكم في آيات تانية بس أمي لولاك